أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأوجب مودتهم في كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى واللعن الدائم على أعداء آل بيت محمد من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته نبارك لكم أيها الأحبة عيد الله الأكبر ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويجالنا من المتمسكين بهذه الولاية الغرار الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب بولاية أمير المؤمنين علي السلام فيما هو معنوا لهذه الوقفة البسيطة مشاركة خجولة أمام هذا الجمع الطيب في احتفال بعيد الله الأكبر عيد الغدير عيد تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو المنصب من قبل ذلك بكثير من الآيات والروايات وإنما هذا اليوم تتويج إلى آيات وروايات ومواقف كثيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله دلت على أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو الوصي والخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله أيها الأحبة معرفة الله كما قدم الأخ الكريم هي أسمى معرفة وهي الهدف من هذه الحياة أن الإنسان إلما يتعرف على الله عز وجل ويمضي في هذا السبيل إنما يمضي في سبيل مرضات الله عز وجل وهي أسمى معرفة فعنونا هذه الكلمة بعنوان معرفة علي بن أبي طالب ما العلاقة بين معرفة الله ومعرفة علي بن أبي طالب عليه السلام بل لماذا نأمن تشدد ولنا الحق في هذا التشدد أن نكون متمسكين بأشد التمسك بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حتى أن الآخرين دائماً يتهموننا بالتشدد في محبة علي والمغالاة في محبة علي لكنهم لو عرفوا علي بن أبي طالب لقالوا إننا مقصري هذا التشدد هو في الحقيقة تقصير في حق علي كل من لم يعرف علي بن أبي طالب سيجد نفسه في باب ودائرته دعونا ننطلق من هذه الرواية الواردة في الكافي عن الإمام الصادق سلام الله عليه وكلكم حافظين هذا الذكر الوارد في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عندي التيه والضياء والشك والتردد في البعد عن معرفة الحج أي الإمام المنصوح من قبل الله عز وجل نلاحظ في كلمات هذه الرواية تسلسل تسلسل شرطي يعني معرفة الله لا تكون إلا بمعرفة النبي ليش مو أنت لما نقول إحنا ماكو أنبياء أكان أحد يعرف الله عز وجل لولا هداية الأنبياء وإرشاد الأنبياء وتعاليم الأنبياء وكذلك معرفة النبي لا تكون إلا بمعرفة الإمام الحج لو لم يكن هناك علي بن أبي طالب والأئمة الأحد عشر من صلبه أكان سبيل رسول الله يستمر في الأمة؟ أكانت تعاليم النبي إرشادات النبي عقائد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله أكانت تسري وتستمر في الأمة؟ إذا معرفة الإمام تقود إلى معرفة النبي وتقود إلى معرفة الله عز وجل زي نريد إحنا أدلة لما نتكلم بهالشكل يعني حبه بقوله بغضبول هاي أمور عقائدية أسست عليها عقيدة لما نتكلم عن شخصية ما يكون إحنا نكبرها وهي لا تستحق الإكبار أكو عدنا شخصيات قامت بنفسها أعطت للتاريخ عظمتها بنفسها من مواقفها من خلال الآيات والروايات فإحنا لما ندعي ونقول معرفة الإمام تقود إلى معرفة الله عز وجل نقرأ هذا الموقف دخل رجل على الإمام الحسين سلام الله عليه اسمع السؤال واسمع الجواب هذا الرجل يسأل الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لسيدي ومولاي كيف السبيل إلى معرفة الله جاي يسأل شنون أعرف الله عز وجل اسمع جواب الإمام الحسين ودقت في مركز قال معرفة كل أهل زمان بإمامهم تدقول أنا جاي أسأل عن الله عز وجل إمام الحسين يقول تعالى أعرف الإمام شا الرابط إمامي يقول لك لي تعرف الله عز وجل اعرف إمام ليش مو لأن الإمام هو الدليل الأعظم إلى الله عز وجل أذلا على الله الهداد أنا لما أريد أتعلم عن طيب أروح لمن؟ أروح أتعلم عن طبيب أريد أتعلم الفقه أروح لمن؟ للفقي أريد أتعلم الهندسة أروح لمن؟ للمهندس وفاقد الشيء لا يعطي أن يصير أتعلم شيء وأروح إلى ألف أو باء أو جئ وهو لا يمتلك شيئاً مما يراد أن أتعلم منه أنا أريد أتعلم فقه أروح لواحد ما يعرف الفقه لأن أتعلم شيئاً أنا أريد أعرف أنا أريد أعرف الله عز وجل لابد أن أتعلم هذه المعرفة من من يعرف الله واحد أكثر من الإمام يعرف الله عز وجل وهم الذين اسمعها الرواية هذه الرواية أنت بتكملها أنه أنت ابن النظر حافظ الرواية حتى تعرف أنه إحنا لما نقول تمسك نبعلي بن أبي طالب يقود إلى معرفة الله شوفها المعرفة الحق السليم الصحيحة أي تخل تحت خطين هناك واحد يدعي يقول لك أنا أعرف الله لكن شلون يعرف الله مجسم يشبه يلحد يشرك يقول الله راح الله جاء قال له كذا وكذا لا أي معرفة الله عز وجل معرفة الله المعرفة الحق الصحيحة لا يمكن أحد أن يصل إليها إلا من خلال من يعرف الله حق معرفته الآن نحن ندعي أن نتمسكنا علي بن أبي طالب يؤدي إلى معرفة الله المعرفة الحق أكو دليل على أن علي بن أبي طالب لديه هذه المعرفة نقرر رواية وراح يتجاوب عني قال النبي صلى الله عليه وعليه يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت ولا يعرفني إلا الله وأنت ولا يعرفك إلا الله وأنا شوف المعرفة معرفة الله محصورة في النبي وعلي سلام الله يا علي لأنه ما بلغ أعلى مراتب المعرفة بالله عز وجل فأنا لما أريد أطمئن وأقابل الله عز وجل يوم القيامة بعقيدة صحيحة سليمة بعد أروح إلى ألف أباء جيمة يزيد عمر فلان علم غير أنه أروح إلى من يعرف الله حق معرفته حتى تكون عقيدة عقيدة سليمة صحيحة قائمة على أساس صحيحة إذن لما أنه الإمام الحسين سلام الله عدا يقول معرفة أهل كل زمان في إمامهم لأن معرفة الإمام تقود إلى معرفة الله المعرفة الحق الصحيحة السليمة وكواحد يمكن يطلع يقول أنا أقدر أعرف الله عز وجل من غير الإمام هاي شو أن تعرف الله من غير الإمام القرآن موجود قرآن موجود وآيات وآيات موجودة عن القرآن أقرأ القرآن وأفهمه ما أحتاج إلى الإمام يلا على عيننا ورأسنا أي القرآن يعرف بالله لكن تقدر تقدر تفهم القرآن يلا بدأوا إياه ألف لام ميم أي شنو هاني قال والله ما أعرف حام ميم أي شنو المعنى قال والله ما أدري له علاقة بالله والله ما أدري هاي أحرف قاسين ميم عجل شنو تعرف أنت أبو تقول تقدر تعرف الله عز وجل من خلال القرآن يلا هاي القرآن وهي كلمات القرآن أنت إذا هو أعجز أن تفهم معاني القرآن الكريم شنون تقدر تعرف الله من غير الرجوع إلى من خوطبوا به ولا يعرف هذا القرآن إلا من نزل في بيوتهم تراجمة الوحي محمد وآل محمد بدليل الآية لا يمسه إلا المطهر عشنو المس المعنوي إدراك المعنى صابت المعنى إلا إلا حصر مو أقوى أي واحد يجي ويقول أنا أقدر أستغلح على الدمام وما أحتاج أئمة إثنى عشر كيف أسعون لي القرآن وأقدر أصل إلى معرفة الله المعرفة الحق حي آيات القرآن تعال شوفوا الكلمات اللي أنت أعجز من أن تفسرها فأتبع السبب يلا قوموا فسرها اللغة العربية في تحدي مع هذه الكلمة ما يدرون هي شنو هي فأتبع سبب ما يتكرم في اللغة العربية فأتبع سبب هي شنوها غير لما ترجع إلى أهل البيت رح يقولون لك فأتبع السبب ما هي ليش لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم وهم أهل البيت لا يمسه إلا المطهرون حصر في فهم القرآن من خلال أئمة أهل البيت معرفة الإمام وهم تقود إلى معرفة من هم المطهرون نقرأ الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطاهركم تطهيرا إذا حجت أنه أنا أستطيع أن أستغنع معرفة الإمام وأعرف الله عز وجل بلا حاجة إلى الإمام هذا سراب وخيائي وغرور علم وتكبر وتكبر على الإمام فإذا أشوفت يوم صفين وأنتم أبناء المنبر والتاريخ يوم صفين يوم مرتفعت المصاحف على الرماح شكال علي بن أبي طالب تاك القرآن الصامت وأنا القرآن النابق هذا هو الذي يتحدث عن القرآن صدر علي بن أبي طالب عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله علي معاني القرآن والقرآن يمكن أن أقول يأخذها من الأول الشطر الأول العلي مع الضرآن يعني منهج علي عقيدة علي إيمان علي استقامة علي مع القرآن لكن شمعناك والقرآن مع علي هاي شوية ثقيلة على البعض البعض استثقلها شون علي مع القرآن هاي نفهم علي نهجه مع القرآن عبادته والقرآن لا يحيد عن القرآن لكن القرآن كتاب الله مع علي هاي شوية بعد استفقلها هاي شوية ثقيلة هاي شوية ثقيلة مع علي مع علي هاي تفهمها بشكل بسيطة القرآن علي يعرف بالقرآن والقرآن والقرآن يعرف بعلي علي يزكي القرآن والقرآن يزكي علي 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 يعلم هاي يعلمنا بمعاني القرآن والقرآن يوضح شخصية كل واحد يبين الأخ ميزان ميزان ارتفاع كفتين من جهتين علي مع القرآن والقرآن مع علي أي القرآن يبين مقام علي شخصية علي يزكي علي يبين عظمة علي بن علي طالب عليه السلام إذا لا يمكن أن تنفصل معرفة الإمام عن معرفة الله بل أنت محتاج عاجة ضرورية أن تعرف الله المعرفة الصحيحة الحق ولذلك يسمى علي ابن أبي طالب مولى الموحدين روح اقرأ إحنا مهرنا تعصرين ولا عدم تعصر أبدا روح اقرأ الألف قباء جين داعا وزيد وعاما فلان شوف كيف يتكلمون عن الله عز وجل وروح شوف علي ابن أبي طالب في نهج البلاء كيف يتحدث عن الدات المخدثة شتان بين كلمات علي ابن أبي طالب إني عرفت بالله المعرفة الصحيحة السلمة ولذلك إحنا لما نتشدد يتهمون بالتشدد في علي أكو مصير وقيامة حساب كتاب نريد لما نحشر نحشر بعقيدة سليمة صحيحة عن الله عز وجل خب منه يضمن لي أنهم هذه العقيدة الصحيحة غير أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب الذي تنزل الكتاب فيه وتكلم عنه النبي صلى الله عليه وآله ومداع الله إلى اللاغنى لاغنى عن معرفة الإمام لمعرفة الله عز وجل ولذلك ستفهم فلسفة أن النبي حث على تعرف شخصية علي ابن أبي طالب ليش النبي عند كثير من الروايات يقول عرفه علي الذكر علي العبادة زي زي مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب ليش؟ وأن الذاكر لفضل علي ابن أبي طالب له ما له من الأجر والثواب ليش؟ لأن الحث على شخصية علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب المرآة العظيمة العاكسة للصفات الإلهية وتجليات أسماء الله الحسنى ما تقدر تعرف الله عز وجل المعرفة الحق بها نقرأ هذه الرواية حتى تعرف ليش هذا الحث على معرفة مقام علي ابن أبي طالب عليه السلام ولذلك الآخرين ما يقدر معرفة مقام علي ابن أبي طالب قل شو قلتوا يا علي يا علي يا علي هو أنت تعرف علي ابن أبي طالب حتى تجلي تعرفني تعال يعرف علي ابن أبي طالب مو أنا اللي أروه الرواية أحمد بن حنبل في مسنده يروه الرواية اسمعي الرواية وتكفيها الرواية يقول عن النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي لولا أني أخاف أن تقول فيك جماعة من أمتي كما قالت النصارى في ابن مريم فقلت اليوم فيك ما قالت ما مررد لملأ من المسلمين إلا أخذ التراب من تحت مدى من كنبرتها هذا النبي من خبرنا أخفاها الكلمة يقول لنا قلت اليوم فيك مقالة شنو هي المقالة يا رسول الله قال لا أنا أخاف على الأمة يألهونك يجعلونك إله كما ألها المسيح عيسى بن مريم يوم شافوا يحيي الموتى يبهي الأكبر والأبرز قالوا أنت إله ورحم هذا النبي ما تكلموا بعد طلعوا لك جماعة ألا هو علي ابن أبي طالب مو طلعوا لك جماعة قالوا أنت رب أنت مو إنسان طبيعي أنت كلك عظمة أي ما يصير بشر أنت بهالشكل هذا توبوا إلى الله هذا ارتداد قالوا لا من تراجع أنت إله أنت مو شخصي طبيعي هذا بعد النبي أخفا إلى أن قال لهم تعاقبون بالنار تحرقون بالنار هذا ارتداد هذا أمر خطير في الأمة لا تنحرفون كمن حرف المسيح عن عيسى بن مريم وجعلوه إلى قالوا لما نتنازل قال أحرقكم بالنار قالوا هم بعد الآن تأكد لأن أنت رب ليش قال لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار قال الله أخذوهم إلى الحفرة أحرقوهم عشرة عشرة هذا النبي أحجر لم يتكلم بهذه المقالة الله أعلم بما في علي من سر عظيم ولذلك لما نزلت الآية عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله ما لله نبأ أعظم منك يا علي ولذلك نحن نقول للآخر هاي كتبكم تعالوا قرؤوها عن علي بن أبي طالب حتى تعذرون هذا التشدد والمغالات في حب علي أقولها تقصير مغالاتنا في حب علي بن أبي طالب تقصير لم ندرك شيئاً عن شخصية علي بن أبي طالب اسمع هالرواية وانت جالس بهالما تم تحتفل بعيد الله الأكبر حتى تشوف عظمة علي بن أبي طالب وبركة ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله عن أم سلمة زوج النبي رضوان الله تعالى عليه تقول قال النبي صلى الله عليه وآله مجتمع قوم يذكرون فضل علي بن أبي طالب عليه السلام إلا هبطت عليهم الملائكة وحفت بهم فإذا هم تفرقوا صعدت الملائكة إلى السماء لقيتهم ملائكة السماء قالت لهم إنا نشم منكم رائحة عطرة لم نشمها من قبل قالوا كنا عند قوم يذكرون فضل علي بن أبي طالب قالت ملائكة السماء ننزل إليهم معكم لنتبرك بهم قالت الملائكة الصاعدة قد تفرقوا ماذا قالت ملائكة السماء ننزل إلى مكانهم نتبرك بهم سلام الله غيرك يمكن يتعامل بسلبية مع هاي المناسبة غيرك يمكن قاعد في البيت ما تهم مناسبة عيد الله الأكبر ما تهم أن يحضر ماتا أو يحيي أمر علي بن أبي طالب جالس بالبيت عيد الغدي الغيش يعني قاعد بالبيت سلبي أمام إظهار محبة علي بن أبي طالب سلبي أمام إظهار السرور في مثل هذا اليوم يوم عيد الله الأكبر شايف بركة علي بن أبي طالب مقدلونا عليك هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله زينوها جالسكم بذكرى علي بن أبي طالب سلام الله علي وهي ترى راحت راحت هاي الأيام راحت قبل قبل تفكرون كبار يفكرون أجدادنا شنو أحاديث مجالسنا ومجالسنا اليوم هذا أكرم الله القدور الضيب مجالسنا اليوم كلها ترهات ومباريات وغيره أشي من هنا أو هنا قبل إذا ندخل مجالس آبائنا وأجدادنا اسمع كرامة لعلي من هذا حديث لعلي من هذا خطاب لعلي بن أبي طالب من هذا قول إلى علي بن أبي قالوا تسمع الحديث كله عن كرامات أهل البيت وكرامات علي بن أبي طالب لذلك كانت مجالس مباركة فيها الباركة تربين عليها وتشربنا بهالولاء وتعمق الولاء في نفوسنا اليوم إحنا خوفنا على هالأجيال على هالأولاد على هالأجيال ما الفرصة التي من خلالها يستقن هذه المعارضة خير هذه المعارضة لظل الله خيرا الأولاد التي نأمل لهم هذا الولاء أن يتعمق في نفوسهم أي الحضور الطيب في مثل هذا المحفل ليأخذوا شيئا من وركة ذكر علي بن أبي طالب عليه السلام شوف ذكر علي بن أبي طالب مو بس يعرف بالله يعرف حتى بالأنبياء معرفة علي معرفة الأنبياء أخذك الرواية رواية يرويها مصند أحمد بن حمد عن النبي صلى الله عليه وعلم اسمعها الرواية من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في فطنته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام تجسدت صفات الأنبياء في شخصية علي بن أبي طالب إذن معرفة علي معرفة الله ومعرفة علي معرفة الأنبياء ولذلك أنا وإياك إذا نقف قبالة الضريح رزقنا الله وإياكم زيارة الأمير بأرض النجد بالمباركة لماذا نخاطب علي بن أبي طالب شنو خطابنا السلام عليك يا وارثة شوف يا وارثة آدم خليفة الله السلام عليك يا وارثة نوح صفوة الله السلام عليك يا وارثة عيسى روح الله موسى كليل الله إبراهيم خليل الله محمد حبيب الله إذن معرفة شوف وراثة صفات الأنبياء مناهج الأنبياء خلق الأنبياء تجسدت في علي بن أبي طالب أنت أمام شخصية عظيمة بهالشكل شخصية علي بن أبي طالب منها أعرف الله أعرف الأنبياء بل أعرف الحق أختم بهذا المحور الأخير معرفة الحق ما تقول أنا ما أدل الحق وما أعرف الحق أنا أمامي ألف أباء أجيم أدال وين الحق كل واحد يقول الحق كل واحد يقول الحق معي أين الحق أين الحق اليوم أنت قرأت هذه الرواية رواية الغدير من كنت مولاه فهذا علي يقوله ياهي اللهم والي وعادي وانصر واخذل وصلنا وصلنا وأدر الحق معه حيث ما دار وين ما راح علي بن أبي طالب الحق معه راح يمين يعني الحق راح شمال يعني الحق اختلف مع فلان فالحق معه يدور معه الحق وين ما صار علي بن أبي طالب الحق معه هو الذي يمثل الحق يطلع لك واحد يقول والله أنا ما أدري وين الحق كل واحد يدعي الخلافة كل واحد يدعي الحق معه الحق بيّن يدور معه حيث ما دار وقول النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي وهذا الحق هو بنفس الحق علي بن أبي طالب يمثل الحق إذا تسمع هذا الخطاب إذا يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن جعلني من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين لنا متمسك بالحق أعظم نعمة أنعم الله بها علينا في هذه الحياة أن جعلنا من أتباع مدرسة علي بن أبي طالب والله تصوّر نفسك خارج هالمدرسة وين الحق تشوف روحك في تيه وفي ضياع لكن أنت في مدرسة علي بن أبي طالب الحق أمامك واضح بيّن لأنك تعلم أن علي بن أبي طالب مع الحق أختم بهذه الرواية للتبرك قال النبي صلى الله عليه وعلا عيروا عيروا هنا كل المسلمين يا عمّار لو سلك الناس وادياً لو كل الناس خل الدنيا كلها الدنيا كلها خلت روح وجهها بس أنت بروحك أنت أنت بروحك لو سلك الناس وادياً وسلك علي بن أبي طالب وعادي يمشي بروح ما حدوياً يقول لي يا عمّار لا تقول معقولها العالم وهالدنيا كلها على غلط بس علي بروحك على الصح لا تشكر شي يقول النبي النبي يقول فاسلك الطريق الذي سلكه علي لأنه لن يخرجك من ردا ولن يخرجك من هدى ولن يدخلك إلى ردا هو الحق لا تقول إحنا روحك والعالم تقول هذه على غلط بس إحنا القلة في العالم المتمسكين بس إحنا على حق يقول النبي صلى الله عليه وعلي يقول لا تشكر لا لا تكرهوا أو قريق الحق لقلة سالك أو لا تخاف أو لا تتوجسوا من طريق الحق لقلة سالك لا تقول أنا بروحي فأنت مع علي بن أبي طالب وعلي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار ثربتنا الله وإياكم على ولاية محمد وعال محمد وصلى الله وعلى محمد وعاله الطالب